حل مشكل جاري النشر على تطبيقك الخاص تيك توك اليوم سوف نتعرف على هذه الطريقة من خلال تغطي على التطبيق والإعدادات ثم نأتي إلى هذه النافذة الخاصة هنا سوف نقوم بنزل الأسفل نضغط على التطبيقات ثم نأتي إلى نافذة التطبيقات الخاصة في هذه النافذة ثم سوف نقوم بنزل الأسفل لبحث عن تطبيق التيك توك هنا ثم نضغط على التيك توك ثم نأتي إلى نافذة معلومات التطبيق نضغط على إيقاف إجباري ثم نضغط على موافق بعدها نقوم بالنزل نضغط على مكان التخزين نأتي إلى نافذة مكان التخزين نضغط على مسح البيانات ثم نضغط على مسح التخزين المؤقت ثم سوف تقوم بالذهاب لماتشر جوجل لكي تقوم بتحديث التطبيق وحل المشكل وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من أتنسوا الشراك والضغط على الاشتراك ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله وفي موضوعين آخر